أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أملاء المؤسسة الخيرية الملكية أكد على أهمية الكفاءات البحرينية وعطائها المتميز في مختلف القطاعات وتمثيلها المشرف لمملكة البحرين في المحافل الدولية والعالمية جاء ذلك بمناسبة حصول الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية على درع المبدع العربي للعام 2016 من قبل مؤسسة المنجزين العرب بجمهورية مصر العربية وقد ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد جهد الدكتور مصطفى السيد في تنفيذ التوجهات السامية لجلالة الملك المفدة في تقديم العمل الخيري والإنساني في البحرين ودعم الشعوب الشقيقة والصديقة من مختلف دول العالم كما شاد سموه بعطاءات الدكتور مصطفى السيد المتميزة وإسهاماته البارزة في تطوير العمل الإداري والصناعي والخيري وإسهاماته في تعزيز المبادئ والقيم النبيلة في نفوس الأجهال الناشئة من خلال كتاباته ومؤلفاته في المجالات الإدارية والثقافية والأدبية وتأريف قصص الأطفال وما تشتمل عليه هذه المؤلفات الموجهة للأطفال من مبادئ وقيم النبيلة تغرس في نفوسهم واتحثهم على السلوك الإيجابي والتعاوني ومساعدة الآخرين من جانبه تقدم الدكتور مصطفى السيد بخالص شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على تهنئة سموه بهذه المناسبة معربا عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الكبير من قبل مؤسسة عريقة تعنى بالإنجازات والإبداع العربية واعتبره تتويجا لمسيرته العملية مهديا هذا الإنجاز إلى عاهلة البلاد المفدة حفظه الله الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية مشيدا بالدعم الكريم الذي حظي به شخصيا من قبل صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء المواقرة وصاحب السموه الملكي ولي العهد مثمنا دعم سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومؤكدا بأن هذا التكريم ليس لشخصه فقط وإنما هو تكريم لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بتمنيا أن يكون هذا التكريم محفزا لتكريس القيم والمبادئ النبيلة في نفوس الأجهال القادمة لتعزيز السلوك الإيجابية وتحفيز التعاون ومساعدة الآخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر